وينضم إلينا من قضاء تلعفر مراسل أخبار الآن وسام يوسف وسام أهلا بك معنا بداية هل لك أن تحدثنا عن آخر التطورات العسكرية والميدانية المرافقة لعملية تحرير تلعفر نعم بالفعل قضاء تلعفر حررة بالكامل والقوات العراقية هذا النهار باشرت بتطهير بعض مناطق هذه المركز القضاء عالة هذه تكون الخطوة الثانية بعد استكمال التحرير القوات العراقية باشرت اليوم في تطهير بعض مناطق تلعفر التي كان هناك تحتوي على بعض العبوات والسيارات المفخخة كان من المؤمل أن يكون معنا ضيف هو قائد فرقة الرد السريع العراقية ولكن واجب جعله أو اتصال هاتفي جعله يعتذر عن الظهور معنا ربما بسبب حضوره لمؤتمر مهم ربما يكون هو مؤتمر إعلان تحرير قضاءة العفر بشكل كامل وبشكل رسمي أقول ربما يكون هذا هو السبب الذي جعله يغادر هذا المكان حيث كان بانتظار أن يكون معنا بما يخص التطورات الميدانية الأخرى هذا النهر قضاء ناحية العياضية التي كانت هي المكان الوحيد أو الجزء الإداري الوحيد المتبقي تحت سيطرة داعش القوات العراقية حاليا موجودة في هذه المنطقة ربما استكملت تحريرها في هذه الأثناء ولهذا ربما استكملت تحرير هذه الناحية الأخيرة سوف يكون هو إعلان تحرير قضاءة العفر بشكل رسمي وكامل القوات العراقية حاليا كما قلت بدأت بأعمال التطهير وتنظيف شوارع تلعفر وبعض الأزقة والمناطق خاصة أن مدينة تلعفر لم تحدث العمليات فيها تدمير كبير نسبة الدمار في هذه المنطقة وفي مركز القضاء تحديدا بين الـ 15 إلى 20% هي كانت عملية نظيفة المعركة كانت سريعة أيضا القوات العراقية كانت تخطط لربما معركة تطول أكثر ولكن مقاومة مقاتلي داعش الضعيفة جعلت القوات العراقية تحكم سيطرتها على هذا القضاء وهذه المنطقة خلال سبعة أيام منذ انطلاق هذه العمليات إذن هو وقت قصير تمكنت القوات العراقية من تحرير هذا الجزء الأخير من محافظتنا والذي كان لازال تحت سيطرة مقاتلي داعش ونحن بانتظار الساعات القليلة القادمة إعلان تحرير قضاءة اللعفر بشكل كامل من قبل السيد قايد العام للقوات المسلحة وزير رئيس الوزراء العراقي نعم وسام كان هناك مقاومة ضعيفة من مسلحي داعش أين ذهب أولئك المسلحين بعد خروجهم من القضاء نعم هذا السؤال سألنا لبعض القادة العسكريين الذين يشاركوا في عمليات تحرير تحرير الأخير أخبرونا أن مقاتلي داعش بعد دخول القوات العراقية وبعد عدد من الضربات الجوية المهمة كما وصفوها لنا أو الدقيقة بهذا التعبير تعديدا انهزموا أمام القوات العراقية تركوا مدينة اللعفر مغادرين إلى ناحية العياضية الآن أو هذا النهر القوات العراقية أيضا تقدمت إلى ناحية العياضية ربما تكون قد قضت على هؤلاء المسلحين الذين كانوا يتواجدون داخل مدينة اللعفر ومن ثم انتقلوا إلى ناحية العياضية القوات العراقية هذا المحور أو تحديدا الذي نحن متواجدون فيه والذي هو محور شمال غرب تلعفر القادة العسكريين ذكروا أنهم قتلوا ما يقارب 400 مسلح من مسلحي داعش جثثهم لا زالت موجودة في المدينة هذا ما يعني أن عدد مقاتلي داعش بالأصل لم يكن أعدادا كبيرة القوات التحالف تحديدا ذكرت قبل بدء عمليات تلعفر أن عدد مسلحي داعش ما يقارب 3000 مسلح متواجدين داخل المدينة ولكن الضباط العراقين والقادة الميدانيون الذين شاركوا بعملية تحرير تلعفر ذكروا أن هذا العدد كان ضخم ولم يكن عدد دقيق عدد مسلحي داعش داخل مدينة تلعفر كان أقل من هذا بكثير وأغلبهم هربوا وتركوا المدينة دون قتال نعم بالأمس وسام تحدثت عن الخط الواصل بين الموصل وتلعفر أمتار قليلة تحتاج للتأمين هل تم فعلا تأمين هذا الخط الأمتار المتبقية من هذا الخط ومن هذا الطريق الستراتيجي الذي يربط مدينة الموصل بسوريا هو يعتمد على تحرير ناحية العياضية هو يمر بالقرب من الناحية الأمتار المتبقية من هذا الطريق سوف يتم تأمينها ما بعد استكمال تحرير ناحية العياضية وتحديدا وبعد إعلان تحرير مدينة تلعفر بشكل رسمي سوف يتم تطهير هذه الأمتار المتبقية أو هذه المسافة التي لا تزيد عن 5 كيلومترات أو ربما أقل هي المساحة المتبقية من هذا الطريق الذي سوف يتم تأمينه مع إعلان استكمال تحرير مدينة تلعفر نعم العديد من المدنيين نزحوا في معركة تحرير تل عفر ما هو وضع الذين لم ينزحوا تحديدا أغلب سكان قضاء تل عفر بشكل عام كانوا قد غادروا المدينة غادروا مدينة تل عفر قبل حال دخول تنظيم داعش والعدد المتبقي الذي لا يزيد عن 20% من سكان هذا القضاء غادروا مع بداية عمليات تحرير الموصل أي قبل بداية عمليات تحرير تل عفر كان هناك عدد قليل جدا قد تبقى من الأهالي داخل مدينة تل عفر نزحوا مع بداية عمليات تحرير هذه المدينة خاصة من جزئها الشرقي بعض المنظمات الإنسانية ذكرت أن 30 ألف من أهالي تل عفر قد نزحوا مع بداية عمليات تحرير تل عفر ولكن حسب إطلاعنا وحسب لقاءاتنا مع القادة الأمنيين هذا العدد كان ضخم جدا لم يتم نزوح هذه الأعداد الضخمة كما ذكروا على الأرض لم يتم تزيل أكثر من 5000 نازح منذ بداية عمليات تحرير تل عفر هذا هو العدد الذي كان متبقيا ليس هناك أي مدني متبقين داخل مدينة تل عفر مدينة تل عفر هي خالية بشكل كامل من السكان ربما هذا أيضا عام الآخر أثر على سرعة تحرير القوات العراقية لمدينة تل عفر خلوها من المدنيين وربما يكون أيضا سبب آخر جعل تنظيم داعش ينهار بسرعة في هذه المدينة ولا يبدي مقاومة كونه لم يجد هناك مدنيين لكي يتخف بينهم كما كان الحال في مدينة الموصل وبعض المناطق الأخرى التي تم تحريرها سابقا إذن عدم وجود مدنيين في مدينة تل عفر حاليا في هذه الأثناء لا وجود للمدنيين أغلب القرى التي تم تحريرها أيضا ربما أجمعها بشكل كامل لا تحتوي على المدنيين لا وجود للمدنيين في هذه المناطق نهائيا القوات العراقية تحاول الآن تأمين هذه المناطق وتطهيرها من المتفجرات كي يعود النازحين من أهالي تل عفر إلى مناطقهم نعم وسام يوسف مراسل أخبار الآن كنت معنا من قضاء تل عفر شكرا جزيلا لك